التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينش مجزل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين بغزة وإدخال المساعدات بصورة كاملة ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وحذر شكري خلال استقباله المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيذة حذر من تداعيات الممارسات الإسرائيلية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف وتؤثر على استقرار منطقة ومقدرات شعوبها مؤكدا مسئولية المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية استشد وأصيب عددا من الفلسطينيين في اليوم التاسع وتسعين بعد المئة من العدوان على قطاع غزة حيث طالت عمليات القصف الإسرائيلية مناطق متفرقة وسط وجنوب القطاع وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة بالتزامن مع استهداف غارة إسرائيلية منطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوب القطاع والسفشدة فلسطينيون وأصيب آخرون في غارة استهدفت مسجد التقوى في مخيم البريجة وسط قطاع غزة بينما استهدفت تغارة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة قالت إذاعة للجيش الإسرائيلي أن إسرائيلين اثنين أصيب بجروح أثر عملية دهس في القدس الغربية المحتلة ومن جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية الدهس بالقدس فر من مكان الحادث وأنها عثرت على سراح قرب مكان العملية وبدأت تمشيط المنطقة بحثا عنهما بحث وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت مع رئيس الأركان خطط واشنطن فرض عقوبات على كتيبة نساح يهودا وأوضح جالنت أن أي محاولة للمس بوحدة بأكملها سيلقي بضلاله على المنظومة الأمنية وعلى الجيش الإسرائيلي كما أعرب جالنت عن قلقه من أن تكون العقوبات للأمريكية المرتقبة بداية لخطوات مماثلة ووفقا لتقارير وسائل أعلام أمريكية وإسرائيلية فإن الكتيبة نتساح يهودا قامت بالعديد من الانتهاكات بالضفط الغربية المحتلة بحق الفلسطينيين تبادلت إسرائيل وحزب الله للبنانية القصف المدفعية على طول الحدود وأوضح حزب الله أنه تم استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في منطقة المطلة وتم تحقيق إصابات مباشرة كما أعنى الحزب الله أنه أسقط طائرة إسرائيلية مصيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان قال مصدران أمنيان عراقيان لريترز إن خمسة صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا وأفاد المصدر بأن طائرة أمريكية استهدفت منصة صواريخ في الأراضي العراقية والتي استخدمت لقصف القاعدة قال حاكم منطقة سيفاستوبول المعين من قبل روسيا إن قوات روسية صدت هجوما صاروخيا على إحدى سفنها في ميناء سيفاستوبول الواقع في شبه جزيرة القرمة وأضف أن الشضايا المتساقطة تسببت في نشوب حريق صغير تم إخماده على الفور وفي سياق آخر قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات روسية سيطرت على قرية بوجدا نفكا في منطقة دونسك شرق أوكرانيا ختام مجاز التاسعة فاصل ونعود لحظاكم استكمال بقى فقرات صباح الخير يا مصر